هذه المنتخب المغربي ضد المنتخب الجيكي كما يعلم الجميع بأن المنتخب الجيكي عنده نقطة قوة كما عنده نقطة ضعف وإحنا صراحة أول نقطة القوة اللي عن المنتخب الجيكي في أوروبا وإحنا أول نقطة ضعف عنا هو احترام الفرق الأوروبية ما فهمت يعني أنا سؤال عن طرحو نصنع عبدالفدر الدين الإدريسي ساعد زرق واللي متامم بالقناوات في القرى ما هو الفرق ما بين المنتخب المغربي الحبية والمنتخب المغربي من كي العاف لليكي ما هو مشكلته ما هو مشكلة يكون القوة حفر كبير بأن المنتخب المغربي يكون لعب في كاس الموندو ولا يكسب في كاس إفريقيا يلعب مخلوع بلا 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 شرصة يحترم بزاف الساعة التي يخدم حرامية القرى لا يفهم هذا السؤال هذا السؤال كانت تنازع بصراحة أن يجاوبوا من أصدقاء و يتساعدوا معادي هذا المشكلة الذي نرى ضد المنتخب المغربي لا تخاف الكرة يستخدم الكرة ولكن لديك المنزل يستطيع المنزل تحديد المنزل و يتحديد المنزل و يتحديد المنزل لديك تحديد المنزل لذلك لا تحديد و يتحديد المنزل والبنك يوم يتحديد المنزل كل المنزل لا تفهم لدينا ملاعبية لدينا تنوع اللعب والاختلاف كل ملاعبه يلعب لك بلاحتيكك كل ملاعبه اللي يلعب لك بلاحتيكك كل ملاعبه اللي يتيري اللي يتشوت الليش ما كنسا عملوش شوطي واحد برددو ديال ديالا اوكرانيات كرواتيتها واحد 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 وصابري عنا جاس الداخل ونحي ما كانش برفق طوام اللح مدار تاشي تيرا أمرار مدار تاشي تيرا بوفل مدار تاشي تيرا زياج ده المجهود يصير مدار تاشي تيرا تصو إشكالية هي هذه إشكالية تحمل المدرب إذاً هذا من جانب لاعب على الجو إذا كانت تقص حر نحاولوا اللعب والملاعبي اللي عمنا اللي يتماشوا شوية مع الزوج الحرب بيهم نبدأ بيهم نبدأ تحياتي هذه من جانب معنا ندخله في الموضوع تشكينا اللي غادي تلعب كأس كوبة مع ضد بلجيكا واللي غادي تحاول تعطي إداطة وتلعب على نقاط ضعف دي المنتخب بلجيكي منتخب ضعف بلجيكي منتخب ضعف عنده خطوط مختلفة بعدها بزاف عنده الدفاع تلعب تقدم الدفاع ضعف للعب على الظهر والملاعب مدافعين كبار عنده الهجوم 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 ضعف مرته منتخب ضعف منتخب ضعف منتخب ضعف منتخب ضعف اذا الشكل اللي غادي نحاولو تلعبه كما عرفنا بونو في الحراسة أشرف حكيمي نايف عكرد غانم السايس نصير مزلوه لا يوجد نقاش هنا اختلفنا مع السيد المدرب بغينا عبد الرحيم الصابير نشوفه في الأول مع أملح وانا الزرزوري بغينا نشوفه في هذا المدرب وخانشوفهم يبدأ بيوم ويشوف حيث حنا عارفين بأنهم غايتوا إيضاة دبعو ما ماركيلك بأن بوفل غايدخول بوفل هذا العام هذا ما ماركيج بوفل بتعاقب اللعب دياله بطلق طب طب لا يتعطيش ربط لا يتعطيش مجدد وحكيم زياش وفي الهجوم نشوفه عبد الرزاق الحمدالله لأنه في الأول سوف يوصله القوار إلى ما استغلوا شيء نشوفه في الساعة شديرة ويوجد نصير عرفنا ويوجد نصير صراحة بيني وبينكم أربعة ساعة تالية يدخل حيث نحن هذا الإشكالات التي عند المدرب نحن لا نريد أن نعاون الدفاع الدفاع لأنه تبارك الله بقيت بوله نريد أن نقصنا نقصنا وإذا كان نقصنا يونا يوسف نصيري يجب أن يشرف ما شخص نقصنا محاولة تالية تالتة وربعة ويوجد نعطيه القرى لا يجب أن يعطيه القرى يمرده يفقصه وهكذا حتى عبد الرزاق حمد الله تهو مع المواجمين يلعب واقف إلاجة الكرة سوف يمركي إن شاء الله ولفوت عفكم ولفوت إذا كانوا قرابين مربع العمليات نحاولوا نخليهم من حاكمي أشرب حاكمي يتوت إذا كانوا يمركي بيت نعطيهم حاكم زياج يمركي نحن نحن نحلو الشبكة غاية مركان شوية وعبد الحامل وحاكم زياج يجبنا نشوفه يتوت الشبكة يتوت يزعم على الشبكة وهو الآن الزرزوري لعبد الصابيري لأمل لعلش بحينا نعملوا هكذا أربعة بيوم كامل إضافة عبد الرزاق إضافة إلى أن نصير مزرويته هو كيتوت وأشرب حاكميته هو بيدو كيتوت كانت منه إن شاء الله المنتخب يجيبها ديما دراري ديما مغرب يجيبها الأولاد شعارنا والمشجعي المنتخب المغربي دائما يرفعونه من القبعة يجيبها لاعب رقم 12 لاعب رقم 12 صراحة بدر الدين الإدريسي كان يحاولون تفاعل معنا في هذه خضية لأننا كانت في صحر بدر الدين وكانت تبعوك دائما كانت من أجل إشكالية لم تتضحس بالضبط لم تتعب شيء مثلا لا تتكنيك لا تستعمل شيء لم تتحاول شيء ما نربحنا إلى من نربحه ونرى اللاعبين الذين لدينا ونرى البنكيين الذين لدينا الحسيات يتقلون في المحك ما نربحنا إلى من نربحه ونرى ما نربحه؟ في الدين نعدام تقريبا طرددس بسطوس مع كيبوس كبارين قوشين رحمة الله على كأس محمد الخامس الذي كنا نرى الكيبات كبارة في المغرب صراحة نريد أن نرجعه ونرى الكيبات كبارة ونخلقه حتى نرفعه جوية من اتقاف النفس بأنه لا يوجد فرق ما بين الفرق المتخاب المغربي وفرق قوية ما يختبئ وصراحة من الاحترام هذا يوجد في واحدة في الدار في العائلة في المدراسة في الكوين في الحفلات في الأعراس وفي الكورة الله يرحم باباكم شي تحرامية تحطوهم وشي لعب لعبه واحترام نحن نرى كنحترموكم ونحترموكم ونحترمون شي في الكورة تحياتي والسلام عليكم